باش تمشيلك سبعة وسبعين الف ديال الاغرف ديوانة ماشي سهلة وحتى باش حصلكم هالربع عشرين كيلو ديال الحشيش حتى هي ماشي سهلة مع الاسف هذا هو حال الجرية المغربية خليكم مع التفاصيل لانا هنتقسموا موضوع جد مهم اللي كيهم الجرية المغربية المقيمة بأوروبا دين معكو حد لايك وخليك معي اول حاجة السلام عليكم متاحية طيبة الجميع انا ما كنتم مرحبا بكم عام جديد سباب هاد الضغط هادا للشو معي فما نتقضي للعبور سواء في ميناء طنجا ولا في ميليا ولا في الناظر ولا في سبتة ولا عند عودة الجرية المغربية المقيمة بأوروبا سباب هاد المشاكل هادي وهاد الضغط هادا وهاد العطلة هادي لكي يعيشوا الجرية هو هاتي لا نتقسم معكم اليوم في الفيديو هادا لان هاتي لا نتقسم معكم وقع داب هادا هاد الاسبوع هادا من الجرية المغربية نبدأ بالموضوع اللول واللي صراحة قاسحة شوية مهاجر مغربي من الجرية المغربية المقيمة باسبانيا رجع بحاله لاسبانيا كان في المغرب عطلة ورجع بحاله هو الاسرة دي لاسبانيا ولكن الخطأ اللي ارتكب هاد المهاجر هادا هو انه كان هازمعه سبعة وسبعين الف ديل الاورو هازمعه سبعة وسبعين الف ديل الاورو عملة اوروبية اورو مش يدرهم ورجع بها الأوروبا مخبعة في الطنوبيل وهذه واحدة من الأخطاء الفادحة اللي كارتكبوها الجرياء المغربية المقيمة بإسبانيا وباقي الدول الأوروبية وغالباً نازل إسبانيا علش نازل إسبانيا لأن نازل إسبانيا المغاربة اللي في إسبانيا الأغلبية واللو كيشريو الديور واللو كيشريو يعني منازل في إسبانيا مبقاوش كريين يعني الأغلبية دي المغاربة اللي كيعيشوا في إسبانيا واللي هما جالية من ناس الإقدام كانوا عندهم املاك هنا ولا عندهم اراضي ولا ضيور ولا ولا كيف يبيعو هنا ويشريو في اسبانيا وهدي ولا تعادة عند بزاف دنازل اسبانيا حيث العقار في اسبانيا بعض الماناتك اسبانيا باقي مغري وباقي انه تقدر تملك دار ديالك واحد ثمن مناسب زائد كالتهنم للمشكل ديال الكرة وهدي طبعا كيعرفها كل شي الكرة ولا طالع السماء غالي بزاف الناس مبقاش قادر على الكرة ولا كيف يفضلوا انهم يشريو وكيفضلوا يشريو الكاش باش يشريو الكاش يجيو المغرب يبيعو ذاك شي اللي عندهم دار او ارض او اي حاجة او محل تجاري ولا وكيصرفه اورو وكيطلعوه مخبع به اللي حوائج هاد شي اللي عمل هاد المهاجر هادا اللي كنتقسم معكم انا هاد هاد شي هذا سبعة وسبعين اف الاورو رزع بها بطريقة مخبعة شاعتر الفلوس في التنوبيل ولكن مع ذلك ما نجح تلوش القضية علش ما نجح تلوش القضية لان الموضوع كينا فيه السكانير كينا فيه مراقبة كينا بزادينا مشاكي يعني مابقاش لموضوع سهل بحالي كناديش حال وأنا هدرت في هذا الموضوع هذا وتقسمت معكم المعلومات لي ممكن انها فيدكم فهاد الامر هدا قلت لكم بأن الانسان اللي بغي يخرج الفلوس من المغرب باقي حاجة في المغرب صرفها اورو بغي يخرجها من المغرب ره القانون كيسمح لك انك تهوز معك عشرة الاف ديال الاورو tie القانون كيقول عشرة الاف ديال الاورو اقل بسنطين مثلا مناصرش الاصر الاف ديال الاورو. را هم عندك شي مشكل تقدرанизه ١٠٠. ما look 하�з عليها. عندك وصل 10.000 او. و الزوجة ديك لحقفى ADsā eyesore الاف ديال الاورو. اقل من اصر الاف دل او. يعني ما تسوصلش على سر الاف دلأورو. حيد منا او. باش. انك تقدر تخرجها بطريقة قانونية بلا مشاكل. بلا صدح بلا دوانة بيدلوا الكونترول.ETH تسمى قانوني. تقريبا عشرين الدينة الاف دلأورو. ما بينك وبين مراتك طريقة قانونية اما تبقى متعلق غدخل داخل لفلوس البقي يغاظ ديلها شوف عندك اما تخرج عسر الاف اقل من عسر او الاف طريقة قانونية واما الى عندك خمسين الف او ولا سبعين والا المئة الف او والله اتكالى فالديانة هاشنو عندك واشنو عندك واشنو عندك واشنو ديرتي واشنو ديرتي عايجد جيب الدلائل وغتخلص عليهم دك الدرائب الضريع فيها وبالبقية غجيبها معكم هادي طريقة كتبقا سليمة مئة في المئة وكتكون مع الدولة ناضي وهذاك معنك شو مشكلة اما غتديك لاري بهم اما غتجيب غي شوي دي الفلوس عشر الاف لك والعشر الاف المرتك اللي كيسمح بها القانون والتبقي هذي الفلوس مثلا غدي تبقى عندك سماية في المغرب طبعا هذا الحال ديك لاري بها ولا غتقسمها القادية دي العشر الاف للأورو كيسمح ولك يعني اللي كنت هتخرج مثلا هي الموضوع عنده علاقة مثلا مرة في العام باشي كل مرة متانا ندقاه وداخله هذي عشر الاف ولا مرة في السنة متانا تقدر تكون معك هذي العدد هذي ولكن الموضوع ما تعلقش بك غين تاني يعني تقدر تكون تزوجة ديالك صاحبك خاك شي حاجة بحالها اما يلافو تي عشر الاف رح سيك تديك لاري رح القانون يقول سيك تديك لاري واما غا تديك لاري وتحافظ على الفلوس اللي بقاتلك واما غا يمشي لكل شي لانك تسمى تهريب دي الاموال وانت كتعرض راسك المسألة والمشاكل اللي انت غاني عليها ودجهنا هذي الموضوع عد اقدرنا فيه ووضحنا هذي النقطة هذي باش الناس ما تسقطش فض الخطأ مبقاش لموضوع سهل انا كتش بار الفلوس وتخرجها احنا عارفين اناك ما صارق ما بايح شيش موالو كتكون متانا غاي بايح شي ارضك واللو والنية ديالك صافية بغي عاش تري شي ضرب سبانية باش تنم الكرة اغلبية ديالفكرة ديالهم صراحة اغلبية ديالناس مغاربة ديالفكرة ديالهمو تقدر متانا تقدر تكون جيبتي معك الاوروباش تدري باش حاجات في المغرب ومكتاب شو ترجع معك تقدر في الهبطة ما تدوز وفي الخرجات تقدر تحسن تضيع في اي لحظة اذا هنا حاول تبضق النصائح اللي كنقولوها في هاد الفيديوهات هادو لانه غاد ننفعكم في الحياة ديالكم حسن ما تضيعوه في كل شيء تمنى تكون رئيسة لوصلات في هاد الباب هذا اما المسألة التانية هو اسرة مغربية نفس الخطائعة وتاني الرجل ومرسوا ولاد وجايين نراجعين من العطلة طالين بحالهم الاسبانيا شنو كيقولو مع الدماغ ديالهم من المغربة المغربة كيتطورو لكن ديوانك اتطور كتر منهم كيقول لك ده با رحنا راجعين كي ندحاس لمراقبة قليلة يعني النزل الديوان رح يكون الشغل نزير عليهم ما يقدروا شي يرقبوا كل شي هذا حصلوه هزمة عشرين كيلو ديال الحشيش مغربي مواطن مغربي طلاب بحاله الاسبانيا هو الزوجة دياله الابناء دياله هزمة عشرين كيلو ديال الحشيش ديك عشرين كيلو ديال الحشيش تواخ فرقها في طانوبيل قال ربما فاشغنكون دايز واتش اللي يوقع في بب سبتا سواء المغربي اللي حصلوه هزمة عسبعة سببين الفورو ولا المغربي هدا اللي حصلوه هزمة عشرين عشرين كيلو ديال الحشيش حصلوه في ديوانة هزمة عشرين كيلو ديال الحشيش بشتتها فتو نوبيل قال هو ربما ما يحصلش داروا المراقبة ديالو ما عرفش واش بالكلاب ولا بسكانير ولا ما عرفش كيف يدار حصل المواي ما حصلوش هزم عشرين كيلو ديال حشيش يعني كان حصلها مع الاسرة ديالو بااخر وعلى خير اخر ما طب اشدرولو هو شدو باش غاد يدروا مع تحقيقات غاد يبقى معهم والمرأة ديالو ولادو طلقوهم مشيوا بحالهم واش ترجعوا للمغرب ولا يطلعوا لإسبانيا كترون الحياس ديالك للمرتك ولادك اللي ما عندهم تشي دنب اللي يخصوهم يمشيوا من رأسا يقرأوا لو عطلة تسالات واش يبقوا في المغرب واش يطلعون لإسبانيا واش المساءلة تقدر تلقى رأسك الداخل في شي شابكة تقدر الموضوع يكون كبير عليك مرتب مشي للحبس علاش هاد الكاريتة كاملة علاش علاش هاد الفضيحة كاملة علاش ما كانت تشي تجارة ما غير لحشيش مثلا ما قادرش تنجح في تشي تجارة اي تجارة ما قادرش تنجح فيها انا كنشوف مثلا هنا في المغرب الناس بيعين شاريين في كل شي صراحة ماشي ضروري نبيعو نشريو في الحشيش ممكن نبيعو في اي حاجة كل شي كيتباعو تشرا في المغرب الى بغي اعتبيعو تشري دير سيرادو تصدير كل شي كيتباعو تشري علاش لان اذا بجيه الفرصة الكبيرة بالنسبة للجارية المغربية المقيمة في اوروبا ولو اسبانيا في درجة الاولى المغربة ولو في اسبانيا بزاف اذا بغي تبيعو تشري اعطوا نوبل ديال كدير تفتح شركة دي السيرادو تصدير اجل انه عند واحد دير الكون طاب اللي يفتح لك شركة دي السيرادو تصدير ونفس الامر ديره في اسبانيا وتبقى تطلع وتهبط ايه الحواج اللي يستعملهم المغربة ايه الحواج ديال الماكلة مثلا الموضوع ما يكوش تطلب منك رسم المال كبير تخدم النقيء انيق حلال هني مع ولادك مع مرتك مع عائلتك مع راسك مع كل شي مع ربي مع اي حاجة يعني تخلي هالطريقة هذي اللي هي سهلة ومزيانة تخير صفحة هالطريقة اللي هي خايبة غارقة اللي ما عنداش المخرج وتشيادره مشي اول مرة كيحصل واحد من الجالية في هاد الامر هادا تجارة ديال حشي سره ولت عادة عنده واحد لعد كبير ديال المغربة خاصة اللي خدمي في اسبانيا وعيشي في اسبانيا كي يجي تطلعوا معهم المخدرات وكيقول لك ربحة ولا دبحة ربحة ركي اطلع دبحة ركي يتهرس كل شي اذا تخدم مع عقلك قبل ما تدير شي تصرف بحال هذا لان هاتشي اللي عشنا واللي تقسم معكم في لقتة اللولة هاد الضغطات وهاد المراقبة وهاد الان كل شي كي بغي يخرج في نفس التاريخ خمس سبعة وعشرين من ديال شهر ثمانية سبعة وعشرين تنية وعشرين سبعة وعشرين كوشي كي بغي يخرج في حال وثلاث يام ديال الضغط ديال تبيروها كيقول لهم عراسهم ارى القادية مزيرة وهذا فهما كيزيروا على خوتهم هاد المهريبين مالتان ولي كيحصلهم ما غادي يبحشيشون الفلس ولا كي يخسروها على خوتهم اللي بغان يمشي يخدموا على عراسهم وكيبقى ديال الضغط وديك الكونفلكت وانا وكني نصحش الناس ديال هاد العطلة به هاد شكل هذا اما تحول تأخذ العطلة من خمسة في ثمانية الفق وترجع في خمسة في تسعود الفق ولا تشوف شي طريقة اخرى ان هاد كواحد في ثمانية باش تهوض والاخر في ثمانية باش تطلع صراحة ضغط كبير وكبير كبير ولزاف كيسبب مشاكل الجالية المغربية عند الهبوط وعند الرجوع وانت غاني على الضغط انت غادي تدير العطلة وترتاح فمن الاحسن انك تنظم حياتك باش تعيش مرتاح شكرا لكم جميعا من منطقة القصة الكبير تفيدوا القديم والسلام عليكم وعليكم الله بركاته